السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الكابتشينو هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وفي دقائق هتمنى اتجربوه يعجبكم هحتاج معلقتين من السكر معلقتين من النسكة في سريع الدوبان 3 معالق من المياه وكمية الحليب حسب الفناجين اللي هتستعمليها انا هستخدم عندي هنا مقدار مج من الكابتشينو كابتشينو هضيف كمية الحليب في الكنك وهضيفه على البتاجاز لحد ما الحليب يغلي بعد كده هنبدأ نجاهز مع بعض رغوة او فوم الكابتشينو هضيف السكر مع النسكة فيه ويق المياه هخلطهم مع بعض بيق المضرب لحد ما اللون يفتح ويتحول القوام للقوام الكريم هحتاج حوالي من دقائق لتلات دقائق بيق المضرب لحد ما اوصل للقوام المطلوب كده خلاص تمام الفوم بقى جاهز ده عند هنا القوام والحليب خلاص بعد ما غلى هنبدأ نجيب المج او الفناجين اللي هتستعمليها هنضيف حوالي نص معلقة من الفوم هنضيف عليه معلقتين كبار من الحليب هخلطهم مع بعض كويس وبعد كده هبدأ ازود كمية الرغوة او الفوم حسب الطعم اللي انت حباك له حباك قوي او معتدل انا هضيف هنا حوالي معلقة كبيرة من الرغوة وهبدأ اكمل اضافة باقي الحليب من جانب المج هضيف الحليب لحد ما اوصل لتلات تربع المج وبعدين هضيف معلقة من الحليب على الوش هبدأ اجيب معلقة وهقلب كده الفوم بس وهقلب الوش بس بيق المعلقة يعمل لي زخرافة بسيطة بس او زخرافة خفيفة وبعد كده هبدأ اكمل باقي الحليب انا بعمل الخطوة ديت عشان حاولت كتير ان انا ارسم على وش الكابتشينو لكن بصراحة مش بتثبت معي فبضيف معلقة من الحليب واعمل منها خطوط خفيفة او زخرافة بسيطة على الوش ده عندي خلاص الكابتشينو بقى جاهز بالضبط خاد مني 3 دقايق وباقي الرغوة بنحتفظ بها في التلاجة هتعد معاك لحد 3 اربعة ايام تستخدميها يوميا لو من عشاء الكابتشينو لو حبة تقدمي الكابتشينو كده او لو حبة تزودي على الوش الفوم الابيض او لو حبة تزودي كمان معلقة من الرغوة لو بتحبي الطعم اقوى من كده انا هزود كمان معلقة من الرغوة من رغوة النسكة فيه وهقلب الوش بس كده مع بعض وبعد كده ايبقى جاهز لي التقديم عند الكابتشينو عملناه في البيت في 3 دقايق اتمنى اتجربوا ويعجبكم ان شاء الله مع الف سلمة